كما تشاهدون قدامكم هاي الشركة بغينا 40 واحد يأتي وخدموا في فنلندا بدون خبرة بدون شهادة لغة بدون باكالوريا فقط أنكم تأتي وخدموا في فنلندا السلام عليكم ورحبا بكم فيديو جديد اليوم يجب عليكم محطار قراءة على إجراء الأوروبا وبالضبط لدولة فنلندا اللي كتعتبر من أحسن وأسعى الدول في العالم بحضة البرنامج العجراء لا تحتاج فيه لا شهادة لغة ولا خبرة ولا باكالوريا ولا شيء يعني الجميع خاصية قدموا لهذا البرنامج بعد الخلاف السياسي اللي يوقع ما بين فنلندا وطايلاند ونحن نعرف أن فنلندا كانت تحتامد على 90% ديليد العاملة في العقود العامل الموسمية من طايلاند من الآن هاي شدرت فنلندا فتحوا عقود العامل لجميع الدول من غير دولة طايلاند يعني الجميع خاصوا يقدم لها العقود العامل الموسمية لكي يحاجر بها لفنلندا كما كتشوفوا قدمكم أن الفيزا المدة ديالها هو تلاتة أشهر وقابلة للجديد ونشرح لكم طريقة تقديم خطوة وخطوة وأنا كنت أطلب منك شيء واحد أدير لعك لهذا الفيديو والشارك في القناة أول حاجة اللي غادي تحققه منه اشتماع الواتعيخ الخاص لكي تقدم الفيزا أول حاجة هو الفورميلة ديالفيزا اللي غادي تمشي تاختو من السفارة الفنلندية بالدولة ديالك يعني خاصكم تمشيوا السفارة الفنلندية بالدولة ديالكم باستخدوذ الفورميلة ديالعقود العامل الموسمية سأضع لكم في الاسم الفورميلة قدامكم الواتقة الثانية هو الباسبورت ديالك ونعم يا أخي وأختي ربزر الناس كي قد يسولوني في الكومنتر وش عندي الحق نقدم وانا ما عندي الباسبورت يا أخي وأختي سيروا ساوبوا الباسبورت راكي اخد فقط عشر يام سيروا يا أخي وأختي ساوبوا الباسبورت ديالكم باستنوا من هذه المشاكين الشرط الثالث هو مربع التصاور ديالباسبور يعني تصاور جداد لا يكونوا كثير من ستة أشهر فقط اخدتيهم الواتقة الرابعة وهي الاسيرونس دو فايش سيتمشي يا أخي وأختي لأي بنكة ولا اسيرونس و سيتمشي تقول لهم مع تصاوبوا لي اسيرونس دو فايش سيتم تخلص عليها راكي تكون تمحمي لمدة عام كاملة الواتقة الخانسة هم تذاكر الطيران يعني تكونوا درتون رزيرفاسيو ديالطيران ولو تشريتوا تذكير الطيران راني درت فيديو خاص في القناة كيف اشتقوا أرخص تذاكر الطيران حتى لا تصيدوا و تخلصوا تذكيرات الطيران غالية تتبسوا وتفرجوا فيه الشرط السيدز و يكون عندك في الحساب البنقي ما يعادي 30 أورو في النهار اللي غادي دوزو فينلندا يعني إلا كنتي غادي تبقى تماما 90 يوم يعني ثلاثة أشهر يعني خاصة تقدير 30 أورو مضربة في 90 يوم و يعطيك التوطال شحال خاصة يكون عندك في الحساب البنقي ولكن هات الشرط كيتلغى كما كتشوفوا قدامكم إلا كنتي شريتي تذكير الطيران ديال الاري والروتور يعني يا أخي أختي لما بغيتوش تحاسبوا على الحساب البنكي من الأفضل تشريوا تذكير الطيران ديال الاري والروتور باش هم ميركزوش على الحساب البنكي كما كتشوفوا قدامكم والشرط السابع والأخير هو أنك تلقى عقد عمل موسمي في جن الفواكه اللي تفتحوا تقديم ديالهم دابا في فينلندا والدولة فتحت ربعات المواقع رسمية لتقدموا لهذه العقد العمل لكي جميع الدول يجعلوا فرصة لكي يجعلوا دولة فينلندا ويجعلوا في هذا الوضع الموسمي في جن الفواكه والخضر وسأعطيكم طريقة تقديم خطوة خطوة أول حاجة سوف تدخل الموقع الرسمي الذي ستجعله في التعليق الأول سوف تخرج لكم ماتصفحة التي ترونها قدامكم أول حاجة سوف تقلقوا على ادفانس سوف تخرج لكم ماتصفحة سوف تعزل دولة فينلندا من بعد سوف تعزل أجريكولتور يعني الوضع الذي ستجعله خاصة في الزراعة والفلاحة والغابات في فينلندا من بعد سوف تعزل أن هذا الوضع الذي ستجعله تكون مؤقتة بسهل عليك سوف تعزل سوف تعزل سوف تعزل سوف تخرج لكم ألاف الوضع في دولة فينلندا ولكن أريد أن تركزوا على الوضع خاصة بين الفواكه والخضر في فينلندا التي تفتح تقديمهم مؤخرا سوف تعزلوهم كما ترى قدامكم هؤلاء كما ترى قدامكم هذه الشركة تريد أن 40 أحد يأتي وخدموا في فينلندا بدون خبرة بدون شهادة لغة بدون باكالوريا فقط أنكم تأتي وخدموا في جين الفواكه في فينلندا وكما نوصيكم أن الموقع سوف يخرج لكم باللغة فينلندية ولكن لو تريدون أن ترجموا أي لغة سوف تستعملوا محرك جوجل كروم سوف تقليقوا على سورة سوف تعطيك أن سوف ترجموا أي لغة سوف نترجموا اللغة الإنجليزية كما ترى قدامكم وكما ترى الموقع تحول اللغة الإنجليزية وأعطاكم جميع المعلومات ونشرح لكم أن هذه الشركة سوف تأخذ الناس لأنهم يأتي وخدموا من شهر 6 2023 حتى نهاية شهر 8 2023 يعني المدة هي 3 أسر سوف تجدون مئات وضعي في المناسبة من المئات الذي يمكنكم تقدمون لها سوف تدخل تحتفل الصفحة سوف تجدون إميل سوف تكوبي سوف تسريع سوف تكتب رسالة تحفيز سوف تكتب في الإيميل لا تأتي واتأتي السيرة الداتية باللغة الإنجليزية وكل شيء باللغة الإنجليزية وتكون على الطريقة الأوروبية الآن السيرة الداتية على الطريقة الكندية بحالة بحالة عن طريقة الاوروبية يمكنك تقدموا بالنس سيرة الاداتية يعني يا اخي و اختي ركزوا على السيرة الاداتية رجزوا 90% للناس وتدروا خالطة ركزوا المساجات يوميا وتسعين في ال ومية للناس هاجروا يا اخي و اختي ركزوا فى هذه المسألة زالتهم الآخرون في الاوروبا و لا كندا ولا لا استخراج الزياليالية هي المفتاح و انا ام ر رجزة بقعبامتق خاصة من سير المفتاح و اذا فدروا نخاطرهم هو نصب لكم السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية وعلى طريقة الكندية والأوروبية بحاله بحاله نمشي وداب الموقع الثاني من الموقع التاني تخرج لكم الصفحة سوف تقوم بالتحت في الصفحة وسوف تعزل أنك تقدم العروض العمل المؤقتة في جين الفواكه ركين العروض العمل في تربية المواشي وفي سياقة شحنة الكبرى كما ترون قدامكم ولكن الفيديو اليوم وخاص بعقد العمل الموسمية في جين الفواكه سوف تقلق عليها سوف تخرج لكم الصفحة سوف تقلق عليها المسننة بسام الأحمر سوف تخرج لك أنك تتعمل هذه المعلومات سوف تقول لك من أين قارة جاي سوف تعزل أفريقيا بالنسبة للناس في أفريقيا سوف تكتب الجنسية سوف تعزل أين اللغة سوف تلقى العمل من الأفضل من اللغة الإنجليزية سوف تقول لك ما لديك رخصة سياقة سوف تكتب نعم أو لا فقط سوف تكتبه في أسرع وقت سوف تقول لك لما الوضع الف يريد أن تتعمل سوف تدعم جميع الوضع الف لذا لم تكن لديك مشكلة سوف تتحضرون ثم سوف تقول لك لماذا تريد أن تتحضر فينلندا وحاولوا تقنعهم بأن تريد أن تتحضر فينلندا لأن تتعجبكم الدولة ويعجبكم المناخ ويريد أن تتحضر تجربة فينلندية لأن تتحضر حيات الموسمية و جميع الأجوابة باللغة الإنجليزية سوف تتحضر بخصوص وإذا سوف تتحضر فينلندا سوف تتحضر معكم سوف تتحضر خطوة حتى تتعملون جميع الاستمارات التي سوف تقول في هذا الفيديو ثم سوف تجعل هذه الأسئلة سوف تجعله في أي مكان وعندما تعمل فينلندة سوف تعزل جميع المقاطعات ثم سوف تعمل الاسم والإيميل والتريفون و تقلق على سوف تحضر الاسم سوف تتحضر بها سوف تتحضر إيميل و لكن هناك عرض عمل سوف تتحضر بها الموقع الثالث كانت أكثر من 620 ووظيفة باللغة الإنجليزية في فنلندة سوف تعمل بها في عرض العمل الموسمية نحن نأخذ لك مثال هذه الوظيفة و تريد خمسة الناس و تتحضر الوقت و تتحضر الوظيفة سوف تبدأ العمل في الأول شهر ماي و سوف تتحضر في نوفمبر 2013 يعني يا أخي و أختي هذه المدة على الأقل 6 أشهر و كما قلت لكم في الأول أن الفيزا العمل هو 3 أشهر و لكن قابلة للتمديد و التجديد و تتحضر الوظيفة و كما قلت لكم تتحضر الوظيفة و تتحضر الوظيفة سوف تتحضر الموقع و سوف تقوم بالموقع و تكفي نوفم بوجود و سوف تتحضر الوظيفة و تكتب رسالة تحفيز بلغة الإنجازية و سوف تتحضر الوظيفة و دائما سوف نتحضر الوظيفة الذي ستقدم فيه. كما تشاهدون هذا الذي يضعه قدامكم. هذا هو الكود لكما تصدروا الإيميل ستعرفوا أنك تقدموا هذه الوظيفة واخذتها من هذا الموقع بسهل عليهم وعليك العقد العمل الذي ستأخذ في فنلندا. هذا الموقع الرابع والأخير هو من الذي ستقلق عليه ستخرج لكم على صفحة الذي ستشاهده قدامكم. كتبت تبع السهم الأحمر. من بعد ستقلق لك ما نوع الوضع الذي ستقدم لهم. ستعزل أنك ستعمل في جانب الفواكه. ستقلق على continue. ستعلم أمورك. ستعطيهم الأمور وستجعله على الأسئلة التي سمتعهم في السهم الأحمر. ستعطي لكم اسم كامل لكم. ستعلم لكم أي مكان أو أي مدينة ستعزلون بجميع المدينة في فنلندا. ستعزلون جميع المدين التي ستقدم. لا يوجد مفتاة لكي أمورك في أي مكان. ستقلق على next ستقلق لك أن تحمل السيرة الذاتية. ستحملها و خاصة تكون على طريق الكندية أو الأوروبية وباللغة الإنجليزية اختمتها باللغة الفرنسية ولا بشيء لغة أخرى ستخرج لك هذه الصفحة ستقدم العقد العمل الموصية في جني الفواكه ستخرج لك هذه الصفحة ثاني ستقوم بتعمل هذه الفورميلة ستطلب منك الجنسية فوق تاريخ الازدية والأدرس و ستقوم بتساكن مع الوظيفة و ماذا تتحدث ستجاوب على الأسئلة كاملة ثم ستساولك على مستوىك في اللغة الإنجليزية و مبتدئ أو جيد أو منتاز ستعزل و من بعد ستحمل السيرة الذاتية في الموقع و ستسجلوا في الفيديو صغير ستقول فيها لماذا لا تريد تهاجر في فنلندا و لماذا تريد تعمل في هذا الوظائف و تعرف فيه نفسك يعني يا أخي و أختي سجلوا فيديو جيدا لكي تقنعوا الشركة التي يتوظفكم أنكم تعزلكم من بين الناس و تجيبكم لفنلندا عندما ترسلوا هذه الشركة كاملين و تجمعوا عقل عمل تجمعوا العقل التي ذكرت لكم في الأول و تأخذوا موعد مع السفارة الفنلندية في الدولة ستجدوا الموقع الرسمي في جميع الدول العالم ستكتب اسم الدولة في حلقة الناس المقيمة في المغرب سيكتبوا موروكو ستجدوا السفارة الفنلندية و في الجزائر و في أي دولة أخرى ستكتبوا الجزائر و ستجدوا السفارة الفنلندية التي كانت في الجزائر ستجدوا الإيميل السفارة ستجدوا جميع الواتعق للسفارة الفنلندية و من بعد من يتوصلوا بجميع الواتعق و تحققوا من المرأة أنها صحيحة يعني ستجدوا في طولك إيميل و تتقبلتك و تأخذ الباسبور لفيزا و تحجر به فينلندية كنتم منها يا أخي و أختي لدينا في هذا الفيديو كنتم منها و كنتم منها التوفيق و النجاح و لا تنسى اضع اشترك و كومت و اشترك مع أصحابك حتى ما نحصلوا فينلندية بها الطريقة و كما كنتم تقولون ديما الهدف الأول هو الهجرة